وصلنا وياكم مشاهدين إلى فقرة تحت المجهر وضيفنا اليوم الأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتور محمد بوزبر طبعا راح نناقش مع الدكتور في تحت المجهر أهم ما يتعلق بتعزيز النزاهة في البلاد حياك الله معنا دكتور حياك الله بساك الله بخير وسعيد بتواجدي وممتن ببرنامج ببرنامج نكون معنا حياك الله ساعة المباركة إن شاء الله راح نتعرف على طبعا على الهيئة ونتعرف أيضا على العديد من الأمور لكن في البداية مشاهدينا أستأذنكم بالتعرف أيضا على السيرة الذاتية لضيفنا الكريم ومن ثم نبدأ النقاش معه بعد لحظات إن شاء الله أعود لكم مشاهدينا مرة أخرى دكتور محمد عندنا العديد من الأمور والعديد من المحاور والنقاط اللي ودنا نمر عليها ويعني بشكل إن شاء الله يعني موجز وبشيء من التفصيل لأهميتها في البداية ودنا أن تعرف على دور الهيئة في ممارسة العمل على تجريم الرشوة في القطاع الخاص أو حتى الحكومي وأيضا موضوع حضر تعارض المصالح في القطاع العام بسم الله الرحمن الرحيم كان استحقاقا لما أوردت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأيضا ما أورد عملية الاستعراض الدوري لانتزامات دولة الكويت في هذه الاتفاقي كان هناك من الواجب على دولة الكويت أن تقوم بإصدار مثل هذه التشريعات أو مثل هذه التعديلات على قوانينها النافذة لعل من هذه القوانين الذات الأهمية وهو القانون الأول الخاص بعملية مد مسؤولية الجنائية للرشوة لموظفي القطاع الخاص الكل يعلم بأن الرشوة تلتزم بوجود صفة الموظف العام في القوانين النافذة حاليا في دولة الكويت لكن أنت لما تسعى إلى مد اختصاص هذه الولاية وتوسعتها وتضم القطاع الخاص أنت وسعت عملية الرقابة الذاتية وأيضا حرزت على عملية حوكمة الأداء لدارة الحكومية التي تتعامل مع القطاع الخاص لذلك هذا القانون جدا مهم سيعطي إضافة مهمة لدولة الكويت حتى على مؤشر مدركات الفساد لاحقا القانون الآخر التي أيضا سعت الهيئة من تاريخ إنشائها حتى هذه اللحظة وأيضا ما صاحب شوية من عقد هو قانون تعارض المصالح قانون تعارض المصالح يمكن أن الكل يعلم بأنه أبطل في الفترة الأولى من قبل المحكمة دي سوريا لوجود مثالب قانونية لكن تمت إعادة طرحة وتفادي كل هذه المثالب ومؤخرة مجلس الوزراء الموقر تم إقرارة بلجنة الشأشو القانونية وتم رفعها إلى سمو الأمير اللي طرحة على مجلس أمه ليه هذا القانون جدا مهم الذي سوف يكفل عملية التوافق بين العمل الحكومي وبين الإدارة تمام ننتقل إلى الموضوع المتعلق بالذم المالية ومدى حرص الهيئة على متابعة هذا الموضوع فيما يتعلق مع القيادين اللي أفصحوا واللي يبي يفصحون إن شاء الله ما في شك بأن الذمة المالية هو من الأنظمة المستحدثة وتم استحداثها على مستوى الدولة الكويت سواء على المستوى القانوني أو على المستوى الثقافة بحيث أن هناك جهة تستطلع كل ما لديك من موارد مالية وغير مالية ويكون تحت رقابتها ومتابعتها وهذا ما يعرف بنظام إقرار الذمة المالية لذلك حرص قانون هيئة مكافذة فساد على إدراج خاضعين لهذا النظام ويصل عددهم في دولة الكويت حوالي 14 ألف وظيفة تبتدأ من صفة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمه والأعضاء وغيره وتنتهي إلى صفة المدراء على هؤلاء الأشخاص تقديم إقرار الذمة المالية بما لديهم من ممتلكات وعقارات وغير بذلك بهدف تحصين الوظيفة العامة وبهدف أيضا أن يكون هناك في رقابة ذاتية واستلزم على الجهات الحكومية أن تبادر وتتعاون مع هيئة المكافذات في تحديث مثل هذه البيانات الكل يعلم أن هناك خروج في إحالات للتقاعد فالقانو اللائحة التنفيذية نصت صراحة على أن يكون هناك في متابعة حثيثة من الجهات الحكومية في عملية تحديث مثل هذه البيانات وأيضا المدد القانونية المقررة في هذا القانون تمام دكتور ذكرت من رئيس مجلس الوزراء إلى المدراء طيب ماذا عن المراقبين ورؤساء الأقسام يشملهم هذا الموضوع أو لا يشمل حتى هذه اللحظة أنا أتكلم عن تقديم إقرار الذمة المالية فتقديم إقرار الذمة المالية يشمل فقط من فئة المدير وإنت صاعد إلى الدرجة بنظرة المشرع في هذا التوقيت يرى من هما أصحاب القرار من هما المؤثرين من هما الذي يؤدون بأعمالهم إلى مو احتمالية اتكاب جريمة فساد لكن القانون متاح وممكن أن يكون هناك في تعديل بالمستقبل يرى ممكن إضفاء أعداد أخرى من ذلك لكن تركيز المشرع يركز حاليا على الفئات ذات الصفات العالية أو متسمى بعالم المال والعمال أيضا فئات العالية المخاطر تمام تمام أيضا نزول حتى عند رغبتك في تطويع البرنامج للحديث عن دور نزاهة وتأثير هذه الهيئة على الاقتصاد بشكل عام ودنا أن تكلم عن الشروط الأولية الواجب توافرها لرصد جرائم ما يسمى بالفساد المالي نعم يعني قانون هي مكافزة قانون خاص ووضع بصفة خاصة حتى يغطي فئة من الجرائم الخاصة فيما يمعرف بالفساد المالي هذا الفساد المالي هو الذي نظم بموجب جرائم محددة سلفا في المادة 22 أذكرها على سبيل الحصر مثال الحصر اللي هي جرائم الرشوة وغسل الأموال والتزوير والتربح وغير ذلك من هذه الأمور هذه الجرائم لما جاءت أيضا أضاف عليها ما هي جرائم مستحدثة يعني هي جرائم أوردي تم النص عليها مسبقا في قانون الجزاء من الستينيات لكن رابع من المشرع لإضفاء صفة يديدة على هذه الجرائم باعتبارها جرائم فساد وجرائم فساد لها ميزة خاصة بأنك أنت لما تتبلغ عن هذه الجريمة سوف تتمتع بميزة حماية المبلغ نعم والإضفاء السرية عليك وهذه الميزة التي تتمتع بهيئة مكافأة الفساد عن بقية الجهات الرقبية فهذا الاختصاص القائم هو الاختصاص لهيئة مكافأة الفساد في هذا تمام في هذا الجانب يعني أودنا أن تطرق أيضا دكتور محمد إلى ما يثار وما يتم تناوله وتداوله في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والتطرق لبعض الأمور التي أكثرها قد يكون غير دقيق وغير صحيح إلى أي مدى هذه القنوات رافض أو طريقة ترصدون من خلالها جرائم الفساد لا يوجد شك بأن نرصد ونتابع كل ما يثار في وسائل الإعلام والمسموعة المقروعة وسائل التواصل الاجتماعي على اعتبار الميزة التي منحها لنا القانون من خلال المادة 24 هذه المادة تسمح لي بتتبع هذه الأخبار لكن أيضا الهيئة حريصة أن تكون هذه الأخبار من مصادر مسؤولة مصادر تكون لها قيمة مضافة وليست وسائل غير مسؤولة حتى تتأكد وتتحقق من جدية هذه المعلومات لذلك الهيئة بجانب تقدم المبلقين بصفتهم الشخصية إلى الهيئة وتقديم البيانات والمعلومات وتمتحهم بالحماية والسرية أيضا تبادر من تلقاء نفسها بمتابعة ما يدور ويثار في جميع دولة الكويت وترصده ومتى ما تحققت من توافر الجدية والأساس المعقول اللي خليني أعتقد بتوافر هذا الموضوع بأفتح في ما يسمى بحالة هذه الرصد وأباشر إجراءات المقررة في القانون تمام نقدر أن نقرب الرقم من لحظة إنشاء الهيئة وحتى هذه اللحظة العدد الجرائم يعني هذا بنتكلم عن كمعلومات وشكاوة وصلت للهيئة هي فقط 1178 لكن تتكلم عن ما تم قيده بتوافر جديته وحقق للأساس المعقول بتوافر الأساس الموضوعي والشكلي تتكلم عن 347 بلا منهم ما تم حالته إلى سيد النائب العام لتوافر الشبهة ومنهم ما يزال قيد التداول ومنهم أيضا ما تم حالته إلى جهات اختصاص أخرى مثل ديوان المحاسبة أو جهات رقابية أخرى أيضا الأناط المشرع التواصل معها وإرساء مثل هذا الموضوع دكتور محمد أستأذنك بفاصل قصير أدري أن نشاف ريجك ومن ثم طبعا نعود وياكم مشاهدين لمواصلة حديثنا ونقاشنا مع الأمين العام بالإينابة الدكتور محمد أبو زبر خلكم بيانا عود لكم مشاهدين مرة أخرى وضيفنا الدكتور محمد أبو زبر الأمين العام بالإينابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة دكتور حياك الله معنا مرة ثانية وودنا أن تطرق أيضا وأن تعرف على الطريقة وكيفية التعامل مع البلاغات التي تكشف لكم لاحقا أو تنكشف لكم في عدم دقة المعلومات الواردة فيها نحن دائما نعول على حسن ظن المواطن وحسن ظن المبلغ في التعامل مع البيانات فنحن نستقبل كل المعلومات التي ممكن أن تشكل في ذهن المواطن أن تشكل فساد لكن ينبقي علينا أن نضع هذه البيانات على مسترط قانون هيئة مكافحة الفساد باعتبار أن لا بد أن يتتوافر فيها الشروط الموضوعية والشكلية الموضوعية لا بد أن تتسق وتتفق مع قانون هيئة مكافحة الفساد والشكلية أن هناك في إجراءات ينبقي أن يحرص عليها المبلغ في التعامل معنا فهكمتها ما اتتسقت واتفقنا مع هذا الموضوع أصبح هناك في أساس معقول للتعامل مع هذا البلاغ ويقدم ويباعد تباشر الإجراءات سواء من سماع الإفادات أو سماع الشهود أو إجراء الضبطيات القضائية وغير ذلك من هذه الأمور وبعدين المسار يروح إلى السيد النائب العام باعتبار أن هناك جريمة وقعت وبالتالي يتم التحقيق فيها أو تحفظ مؤقتا إلى حين ورود بيانات أو إضافة إلى آخر فبالتالي في كل الأحوال هناك هذه الإجراءة المتبع في هيئة مكافحة الفساد للتعامل مع البلاغ مدى تفاعل هيئة نزاها مع تقارير الجهات الرقابية والدراسات المتعلقة ببعض المراكز البحثية في البلاد ما في شك بأن هذه التقارير جدا مهمة بالنسبة لنا ونعول عليه بشكل كبير يعني ملاحظات ديوان المحاسبة ملاحظة جهاز متابعة الأداء الحكومي كلها عبارة عن تقارير غنية في هذه الملاحظات وأيضا هناك فيه تفاعل ملحوظ وكبير بينه وبين الخوان في ديوان المحاسبة جراء مذكرة تفامل تيوبرومت مؤخرا بصير فيه هناك فيه تبادل بالمعلومات في هذا الشيء لذلك هذه التقارير نوليها اهتمام كبير جدا وأيضا تكون أيضا مصدر تثبيت معلومة تحصلنا عليها سواء من مبلغ أو تحصلنا عليها من خلال الرسل وأيضا تأتي في مجال أيضا التفكير في بناء حوكمة الإدارة الحكومية لأن هذا أيضا سيعزز لأن هذا واحد من أهم الأدوار التي أيضا نباشرها بجانب استقبال البلقات وهو حوكمة الإدارة الحكومية تمام موضوع سرية المعلومات دكتور ممكن أنه يعيق الهيئة ويؤدي فيها إلى عدم قدرتها على التعامل بدقة وبشفافية مع بعض المواضيع بالعكس السرية هي الميزة المفضلة أو الميزة التي نتمتع بها عن الجهات الرقابية الأخرى فهذه الميزة تسمح لي أن أنا أتعامل مع المبلقين بكامل السرية وما تستدعى الأمر أن أنا أوفر للحماية سأقوم أيضا بتوفير الحماية فهذه الميزة التي تمكنني من الوصول إلى أعقد وجريمة إليه جريمة الفساد لأنها دائما جريمة معقدة ومركبة وتحتاج أنك من الداخل يطلق لك أحد الأشخاص حسب المصطلح المتعارف على الدوليين يطلق لك الصافرة من الداخل لكن إطلاق هذه الصافرة تحتاج أنك أنت تتعامل معها بسرية وأنت تقوم مقام المبلق في الجهات يعني إحنا كهيئة مكافحة الساد نقوم مقام المبلق أمام الجهات الرقابية والدعم بشكل تقريبي دكتور عادة إيش كتر تاخذ من وقت الهيئة التعامل مع الجرائم بشكل عام؟ يعتمد على الجريمة يعتمد على الشبهة والبيانات المستقامة من الجهات التي نتواصل معها لكن هناك في حدود دنيا وفي حدود عليا فإحنا دائما نسعى أن تكون مثل هذه المدد مدد معقولة نبذل فيها العناية اللازمة ولا يتم إسراف الوقت في عملية البحث فيها لأننا نحتاج إلى التثبت من توافر الشبهة وهذا قد يحتاج منه وقت حتى لا نسعى إلى عملية إثبات الإدانة والأدلة لكن التثبت من وجود هذه الشبهة بالقدر المعقول حتى يتسنى لنا أن نذهب فيها إلى السيد الناب العام في حال توافر الشبهة أو عدم توافرها حتى نحفظها مرت عليكم شبهات فساد غير مكتمرة الأركان إذا غير مكتمرة الأركان تحفظ مؤقتا عندنا ويتم إختار المبلغ مثالك ونقول بالنهاية إذا تبين عندك بيانات إضافية أو أي إضافة أخرى حياة كلا مرة أخرى عندنا لأن هذا القرار أي قرار حفظي تم للبلاغ لرئيس الهيئة أن يعدل عنه متى ما يوجد هناك لمبرر فإن العملية إذن مستمرة بس علينا أن يكتمل الملف ملف الإحالة ينبغي أن يكتمل بتوافر بيانات وأساسيات توافر الشبهة المنصوصة عليه في قانون ودي أكسب وجودك معنا دكتور في هذا البرنامج في مال أعمال وكوننا نتكلم عن المال والأعمال وأهمية الاقتصاد المالي للبلاد يمكن البعض منه يجهل دور الهيئة في تعزيز أو في تسريع عجلة الإصلاح المالي في البلاد من خلال تعاطيها وتعاملها مع جرام الفساد هو ما في شك يعني أنا ما بيركز فقط عمل الهيئة على البلاقات وهي جهة تحري وجمح السدلالات بالعكس بجانب أيضا من قطاع الذنب المالي اللي قاعد يحصل للوظيفة العامة لا نخفل أيضا ما تحمل لنا أو ما سوينا إحنا كاستراتيجية وطنية دشناها من فترة من 2019 هذه الاستراتيجية الوطنية الفريد من نوعها على مستوى دولة الكويت والمنطقة ستكفل في حال تنفيذها تنفيذ الصحيح ستحقق المتطلبات التي نسعى إلى ارتفاع مستوى دولة الكويت في المشارات الدولية يعني إن كان متطلبات تشريعية ضروري أن نتحققها يعني على سمثال مؤخرا قانون حق الاطلاع صدر مؤخرا في الطريق قانون تعارض المصائل القوانين التي أثرناها قبل قليل أيضا فيما يتعلق بمدونات السلوك الوظيفية أيضا فيما يتعلق بأيضا التعامل مع القطاع الخاص عندنا محور خاص عندنا محور اللي هو المحور الثاني يتعامل مع كيفية القطاع الخاص يتعامل مع القطاع العام في حماية أيضا المبلقين من القطاع الخاص باعتبار أن القطاع الخاص هو يتعامل مع القطاع العمومي وبالتالي ضروري أن يتوائمون ونجد الفرصة لتوائم هذه القطاع مع بعض ودي بشكل موجز أيضا أن تكلم عن وعي المبلغ وتقييمك من خلال تعاملكم معهم جدا راقي يعني جدا راقي أمكن واجهنا بعض الصعاب في بداية تهسي تأسيس الهيئة لكن بتواجدنا وتحفيزنا والأنظمة التوعوية وخصوصا مؤخرا نحن أطلقنا حملات كثيرة منها حملة من أجل الكويت نجاهة وطن وغير ذلك وأيضا وسألنا متواجدنا المستمر معاكم أيضا هذا قاعد يرفع مستوى الوعي عند المواطن وبالتالي يذهب إلى هذه الهيئة والهيئة أبوابها مفتوحة يعني أبوابها مفتوحة على المستوى الشخصي على مستوى التواصل على مستوى الخير كل هذه فعلت وصعدت من مستوى الثقافة الإبلاغ المسؤول وليس الإبلاغ الغير مسؤول وهذا ضروري عساس أنه بالنهاية جهة لا نرغب أن تكون جهة هيئة مكافذة سات جسر لتصفية حسابات أو ابتزاز أو خير ذلك فبالتالي الحرص دائما قائم على حرص وحسنية المبلغ يعني بالنهاية حتى المبلغ إذا ما توصل إلى معلومة أو ما قدر يوصلنا إلى المعلومة لا نرجع عليه إذا تأكدنا أنه كان حسنية يعني هذه نقطة في غاية الأمين نوضحها أيضا للسادة المشاهدة يعني لو بنتكلم عن دور الهيئة رح نحتاج أكيد لساعات أكثر وأكثر لكن ما مدى رضى القائمين ومنهم حضرتك طبعا عن أداء الهيئة ودور الهيئة في السنوات الأخيرة هل استطاعت أن تصل لجزء من الرؤية المتعلقة بالإصلاح؟ ولله الحمد ولله الحمد نحن جدا راضين على مستوى الأداء وأعتقد أننا أيضا في الفئونا الأخيرة مع تواجد المجلس الجديد وأيضا برئاسة معالي رئيس الهيئة السيد عبد العزيز الإبراهيم فعلا هناك في تطور ملحوظ على مستوى الإدارة وعلى مستوى الأداء وعلى مستوى التعاطي مع القضايا الفساد أصبح الهيئة لها أدوار إضافية بجانب الأدوار المقررة لها قانونا أصبحت أيضا تساهم في مثل ما بينات قبل قليل إلى محاولة إصلاح الإدارة في مستوى المقارنة وهذا أيضا جانب وقائي نحن نشتغل عليه الرصد أصبح لها دور أيضا فاعل أكثر من أول فبالتالي مستوى الإدارة ومستوى التطور جدا 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 راضين عنه ونتمنى أيضا أن المواطنين العزاء أن يعطونا الفرصة الكاملة لأداء أعمالنا والقيام فيها مريت على جزئية الجانب الوقائي هل ممكن في يوم الأيام إن شاء الله نشهد الهيئة أنها تتعامل مع بعض الأمور بشكل وقائي قبل لا توقع الجريمة لا يوجد شيء بالعكس نحن لدينا قطاع كامل اسمه قطاع الوقاية وأيضا قطاع الوقاية عنده توائم مع قطاع كشف البلاغات كشف البلاغات هو يتعامل بمنظور الجنائي وأيضا يتعامل بما وجد هناك منظور وقائي يقوم بالتنسيق مع هذا القطاع بكيفية التعامل والارتقاء بهذه المسألة إن كان هناك تشريع يحتاج تعديل عدلة إن كان هناك في مخالف محتاج لائحة تنفيذية يطلب من هذا الجهة فكل هذه الأمور تنبت بالتنسيق معه داخل القطاعات باعتبار أن مسألة المكافحة لا تختصر فقط على الجانب الذي يتفضل نعم بإيجاز دكتور أبي أنت تكلم عن نتائج المشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد مؤخرا في اليابان هذا المؤتمر يعتبر إرث للأمم المتحدة من 65 سنة والمؤتمر يعتبر كل خمس سنوات وكان للهيئة دور المشاركة على مستوى رفيع مع هذا المؤتمر تركيز هذا المؤتمر وما أوردته إعلان كويوتو مؤخرا اللي يسمى بإعلان كويوتو في مدينة كويوتو ركز على الجريمة الاقتصادية وركز على قدرة الدول في بناء استراتيجيات استرداد الأموال المنهوبة أيضا مصادرتها وإدارتها وأيضا كيفية تفعيلها فكان تركيز هذا المؤتمر من خلال هذا الإعلان وغير من الأمور الأخرى وردت في هذا الإعلان على الجريمة الاقتصادية بما لها من تأثير على التنمية المستدامة داخل البؤل الأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتور محمد أبو زبر شكرا جزيلا على وجودك معنا في فقرة تحت المجهر وسعت بالتعرف على حضرتك وأيضا التعرف على دور الهيئة أكثر وأكثر على أمل لقائك فيك إن شاء الله في مناسبات أخرى إن شاء الله بارك الله فيك مشاهدين الكرام وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم في برنامجكم مال وأعمال على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته وفي أمان الله